المتابعين أهلا وسهلا بكم في هذا الشرح الجديد هذا الشرح لنهار اليوم سوف نشرح بطريقة صناع مصطرة لتركيب عدة لاقطات في طبق واحد فهذا الشرح سوف نستعمل فيها أدوات بسيطة سوف تريد التصنع مصطرة في منزلك في دقائق معدودة دان على بركة الله سوف نذهب مباشرة إلى الشرح أهلا بكم من جديد في هذا الشرح المفيد اليوم سوف نشرح لكم طريقة صنع مصطرة فقط في منزلك وبأدوات بسيطة جدا المصطرة التي سوف نركب عليها من الأقمار من النارسات إلى بادر إذن على بركة الله سوف نحتاج هذه قطعة أليمنيوم أي قطعة أليمنيوم كما نلاحظون فهذه القطعة أخذتها من الخردة فهي أصلا كانت لراضي قديم على ما أظن فهذه التقابة التي لا تلاحظون في هذا المكان فهي موجودة أصلا لم يتوفر لديك هذه القطعة أليمنيوم عليك الاستعمال قطعة حديد ولكن عليها أن تكون لينة كما تلاحظون فهي لينة بعد الشيء وكذلك القطعة أليمنيوم فهي لينة كما نلاحظون فهذه الليونة سوف تساعدك على ضبط الإشارة الأقبر التي تريد تركيبها عليها إذن كما قلنا قطعة من أليمنيوم فأنا زدت هذه التقابة كما تلاحظون واحد اثنان فهذه التقابة الثالثة فهي موجودة ولكن سأحتاجها فقط ثلاث تقاب وهنا أنبوب المياه التي تستعمل غالبا في تستعمل غالبا في الضيعة الفلاحية سيز ستش يعني هذه سيز ستش صالحة لهذه القطعة أليمنيومية وهذه القطعة الحديدية سوف نستعمل هذه كبديل لأن تكون لديك قطعة أليميوم نستعمل قطعة حديد ولكن هذا الأنبوب المائي فهو سيز عشرين لهذه القطعة الصغيرة كما نراحظون نستعمل قطعة الحديدية ولديها سمك عريض بعد الشيء هذه القطعة لعشرين وهذه سبتاشر لعادة عندها كما نراحظ يعني سوف نصنع من أشياء بسيطة ثم نحتاج هذه الأليات هذه لتثبيت اللاقط هذه التي سوف تضعنا فيها اللاقط فهي موجودة على المحلات لبيع مواد البناء فأنا جلبت كما نراحظ أربعة فهذه هي التركيب الصحيح كما نراحظ هذه سوف نحتاج فيها كما نراحظ هذه القطعة ثم نراحظ عشرة ثم واحد من الفوق لكي يثبيت اللاقط لأنها كما تراحظ فهي متينة غير أنها مصنوعة من البلاستيك فهي بلاستيك عادي رطب على الشيء لا غير ثم نحتاج رنديل كما نراحظ فهو فقط نتبته من الفوق لا يمكن أن نتبته من الأسفل كما نراحظ هنا إن تبتنا فيكون لدينا مشكلة في هذا ثم نحتاج بفتاح رقم عشرة كما نحتاجته من شعر أو نصف من شعر فهي هذا من شعر أو نصف من شعر ثم السكين السكين المطبخ فهذه الطقاب في الميوم لا تحتوي بالسكين إن كان لديك الشنور أو آلية أخرى للطق فعليك بها فأنا أستعمل أشياء بسيطة لا غير فهذه الطقابة لواحد إثنان استعملت فقط السكين إذن سنبه أولا سوف نركب لما نراحظ علينا التركيب أربعة ما علينا لأنها تقرب بالسكين ثم نتبت هذه الأليات هذه القديمة سوف أضغم هذه فهذه الأشياء يذكركم فهذه الأشياء جمعتها في نصف ساعة لا غير يعني اليوم في نصف ساعة اليوم الجمعة جمعت هذه الأشياء كلها أشتريتهم من المحل الذي يبيه المواد ديبناء في الهمان ونصف وهذه القطع الأخرى الصغيرة فهي بأربعة دلالهم يعني المجموعة أربعة عشر دلالهم أربعة عشر دلالهم فقط وهذه أخذتها لا شيء لم أدفع شيئا وهذه أيضا هذه القطع لم أدفعه في شيئا إذن على بركة الله سوف نمتن كما نلاحظ هنا ثم نضع كما نلاحظ هنا سوف نضع مكان كما نلاحظ ولكن لا تتروه كذا فهنا فقط تريد بالفعل ثم أضع ثم أضع والآخر كما نلاحظ ثم أضع ثم نضع ثم نضع ثم أرجع إلى طريقة أخرى فليتك فهذه فقط هوايتي فجرة هوايتي دفعتني إلى لكي أصنع لكم هذه هذه القطعة مسترة لتركيب الأقمار من النائل سبت من النائل سبت إلى من أبادر 26 ثم نلاحظ فقط ما عليك إلا بالصبر ثم ثم نلاحظ هنا أرجع إلى الخلف ثم نتبتها بإحكام كما نلاحظ نتبت يعني أنتم الآن تستغرمون لماذا ستنفعنا هذه الطريقة؟ فهي طريقة سهلة وهي طريقة احترافية بسنام المسترة طريقة احترافية طريقة احترافية مئة بالماء كما نلاحظ فلا فهي متنة شدة ثم ندى إلى القطعة التالثة كما نلاحظ هنا ثم ثم نتبت هذا 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 من رقم عشرة ذويات مع هذه الأشكمة لاحظ ثم نتبت كما في السابق فهي لن تأخذ منك واحترافها أكثر فالجمع مثل فالجمع عوارة اليوم أكثر من ساعة وتصنع المسترة احترافية ماتنة ستكباق التي توجد في الأسواق فهي تمانوها أربع نذر همل ماتنة ولكن ليست جيدة جدا خيئة فهي يصعد في تركيبها أيضا كما أول طريقة سعالة ليس فيها خيئ ليس فيها ليس فيها أي سؤالات وضعنا باكا سعالة 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 تبت هذا بنافسي طريقة طبق عني أعيد طبق 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 اشتركوا في القناة 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 مرحبا 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 جيدا كما لاحقًا فلسه ربما يمكنك تتسجيلها فلسه ربما يمكنك تتسجيلها ولم يمكنك أن تتسجيلها كما لاحقًا لدينا تتسجيلها فقطعتها من الوسط ثم جمعت بيادة الرب كما نلاحظ لكي تكون مقوصة بعد الشيء تنمو مباشرة إلى التأثير كما نركب هذا كما نلاحظ هنا هذه للنساء أيها تاريتا لا تلاحظك كما نلاحظ سوف نضع هذه الهجب سوف نضع ثم نضع هذه القطعة الثالثة هذه الأسرة ثم القطعة الرابعة الأخيرة هذه ستقوم بطرة كما نلاحظ هنا فمسطرة جاهزة لاستعمال كما نلاحظ هذه البقرة ستكون موسط يعني على الطبق أو الصحن هذا الشكل النهائي كما معكم محديدكم شكرا لكم على المتابعة تنسوا الاشتراك في القناة تنسوا تنسوا الاشتراك في القناة تنسوا الاشتراك في القناة